السلام عليكم يا أعزائي إذن ماذا فعلت؟ قلت لكم يا أعزائي إذن بهذه الجملة ناديتكم لماذا ناديتكم؟ حتى تنتبهوا إلي وتستمعوا جيداً لشرح الدرس الجديد إذن درسنا اليوم التراكيب عن المنادة إذن المنادة سنتعرفه سنتعرف إعرابه وأدواته النداء ناد رئيس العمال فقال يا أحمد أيها العمال آفاطمة يا الله أيها مهملاً واجبه انتبه ويا مشتهداً ثابر على عملك إذن هنا في هذه الجملة الأخيرة هنا الأستاذ يناذي تلاميذه ويقول أيها مهملاً واجبه انتبه ويا مشتهداً ثابر على عملك استعمل أداة النداء وأيضاً رئيس العمال استعمل أدوات النداء يا آه يا الله إذن هنا ينادي كل من رئيس العمال والأستاذ حتى ينتبه إليه ويسمع كلامه وخطابه إذن هنا نتعرف على أدوات النداء إذن لدينا يا آه أي آه آه أي إذن هذه الأدوات نستعملها حتى ننادي على شخص أو نخاطب شخصاً ما نمر إلى الجدول يا أحمد أداة النداء يا أحمد إذن أحمد اسم علم وهو معرفة وإذن هو مفرد معرفة نعرفه إذن هنا يأتينا دائماً مبني على الضم المعرفة تأتي مبنية على الضم أيها العمال إذن هنا أداة نداء محدوفة ولكن هنا أيها مقرونة بأل إذن كذلك المناد يأتي مبني على الضم وهو مقتر بأل يا الله هنا يا أداة النداء الله هو المنادى لفظ جلالة أو اسم جلالة دائماً يأتي مبني على الضم يا مشتهداً أداة النداء مشتهداً جاء هنا منصوب لأنه نكر غير مقصودة فهنا لا نقصد مشتهداً بعينه بل نقصد جميع التلاميذ المشهدين إذن يأتي منصوب عندما تكون نكر غير مقصودة يا عبد الله لاحظوا هنا عبد الله إذن هنا اسم مركب عبد ومضاف إلى الله إذن هنا يأتي عبد منصوب لأنه مضاف إلى الله فيأتي دائماً منصوب يا امرأتان يا أداة النداء امرأتان هنا اسم مثنى مبني على الآلف لأنه مثنى وهو نكر مقصودة أيضاً إذن يأتي يبني على الآلف أي مهملاً واجبه أي أداة النداء لاحظوا هنا المنادى مهملاً واجبه إذن لم نقل فقط مهملاً مهملاً ماذا؟ لن نعرف ماذا أحمل ولكن عندما أضفنا له كلمة واجبه فهنا يأتي شبيه بالمضاف وهنا الشبيه بالمضاف يكون منصوب إذن المنادى تعرفنا أنه يكون إما معرب أو مبني معرب أي منصوب أو مبني على الضم أو الألف أو الواو وهو اسم يذكر بعد أداة النداء قصدة به المنادي للمخاطب حتى يستمع إليه من أدوات النداء يا يا آ آ أي المنادى خمسة أنواع إذن تعرفنا على المفرد المعرفة ثم النكر المقصودة ثم النكر غير المقصودة ثم المضاف والشبيه بالمضاف إذن أحسنتم أعزائي وإلى درس جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر